السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك بالقناة والتفعيل الجرس ليصلك الجديد وشكرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن برنامج مباريات المنتخب الوطني الأول ضمن التصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خاطر 2020 برسم الجولتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى جولة الثانية المؤجلة أمام المنتخب الغيني ويواجه المنتخب الوطني نظيره الغيني يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بالمركب الرياضي الأمير ملي عبد الله بمدينة الرباط في الساعة الثامنة مساء وعن الجولة الثالثة من نفس التصفيات ذهابا سيواجه المنتخب المغربي نظيره من غين يابيساو بالمركب الرياضي الأمير ملي عبد الله بمدينة الرباط يوم الأربعة 6 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء فيما ستقام مبارس الإيجاب بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 9 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء أوضحت مصادر مسؤولة داخل نادي الجيش الملكي أن إدارة الندي أمامها الوقت الكافي لمباشرة الإجراءات المتعلقة بسفر العزاكر إلى تيزيو الزو لمواجهة نادي شبيبة القابائل عقب قرار الجزائر القاضي بإغلاق مجالها الجوي على الطائرات المغربية والتي تحمل رقم تسجيل المغربي وأكدت نفس المصادر لجريدة هسبورت المغربية أن إدارة الجيش الملكي ستدرس جميع السيناريوهات المحتملة بخصوص تنقل إلى الجزائر تبع للتطورة الأخيرة متعلقة بقرار الجارة الشرقية بأغلاقها المجال الجوي على الطائرات المغربية مرضفة لا زال هناك متسع من الوقت لمباشرة الإجراءات طبعا بعد دراسة السيناريوهات المحتملة خصوصا أن تاريخ مبارس العودة لم يحدد بعد جدير بالذكر أن الجيش الملكي سيواجه نادي تابعة القبائل الجزائري منتصف الشهر المقبل من مجمع مولي عبد الله بالرباط لحساب دهاب الدور 32 من منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لما لم يتم بعد تثبيت موعد المباراة الإيجاب وكان الجيش الملكي قد عبر الدور التمهيد على حساب نادي باظرز البنيني بعد فوزي عليه دهابا في مجمع الأمير مولي عبد الله بالرباط بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتعادل سلبا ماهو في مباراة الإياب اعترف لاعب باريسان جرمان أشرف حكيمي أنه يحلم باللاعب مع النجم الأرجنتيني ليوني الميستي وتحقق ذلك باتقالهما معا إلى وصيف بطال الدور الفرنسي خلال المركزة الصيفي الحق الماضي وتحدث حكيمي في مقابلة مع صحيفة الكب عن النجم الأرجنتيني قائلا لم أتوقع رحيل ميستي عن برسلونة بنفس الطريقة كما فعل أخرون وأضاف جاورت عديد من اللاعبين الكبار لكن كان ينقصني اللاعب مع ميستي إنه حلم بالنسبة لي ثم أنهى كلامه حول تعامل النجم السابق لبرسلونة مع زملائه الجدد لقد تفاجأت بطريقته في التصرف داخل غرضة الملابس فهو بسيط وهادئ يغيب النجم الأرجنتيني يوني الميستي عن فريقه الجديد باريسان جرمان للمباراة الثانية للتوالي في مواجهة مع مومبلي غدا السبت في جولة الثامنة من الدول الفرنسي بسبب معانته من كذبة في عظم الركبة اليسرى وكان ميستي قد غاب عن مواجهة سان جرمان مع ميدز الأربعاء الماضي في الدول الفرنسي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف ووفقا للتقارير الذي أصدره الجهاز الطبي للفريق اليوم فإن ميستي سيخضع لفحص جديد الأحد المقبل قبل يومين من مواجهة باريسان جرمان المرتقبة مع مانشيستر سيتي الإنجليزي في دور أبطال أوروبا وبحسب النادي فإن ميستي بدأ في إجراء تدريبات الركض ولم يسجل ميستي حتى الآن أي هدف في المباريات الثلاثة التي خاضها بقميز بيز جي الذي انتقل إليه هذا الصيف قادما من برشلونة بعد 17 موسما بفريقه الأول توجى معه خلالها بكل ألقاب ممكنة منها سداسية تاريخية في عام 2009 وأصبح هدفه التاريخي وكان ميستي قد استبدل قبل ربع ساعة من نهاية مباراة باريسان جرمان أمام اليوم بالدور الأحد الماضي على ملعب حديقة الأمارة ووقتها أظهر ميستي دهجته من التغيير ولم يصافح مدربه ومواطنه موريسي وبوكسينيو في دلالاتين على استيائه ورغم أن المدرب لم يكشف أسباب استبدال ميستي لكن النادي سرب بعدها أنه كان يريد الحفاظ عليه بعد تعرضه للتدخل قوي في القدم خلال المباراة وخرج ميستي من الملعب وهو يعرج قليلا ولم يتدرب مع بقية زملائه في اليوم التالي وغاب بعدها عن مباراة ميستي قبل أن يتم الإعلان عن عدم مشاركته في مواجهة ممبلي غدا عيضا